هذا وهدفت عملية تطوير الخدمات إلى تقليل خطوات الطلب والاعتماد على تقديم الطلبات إلكترونيا بما يحقق خطة التحول الإلكتروني ويحسن من الخدمات المقدمة ويرفع كفاءتها ويعزز النمو الاقتصادي تحرص شؤون الجنسية والجوازات على طرح المبادرات لتطوير خدماتها بما يتوافق مع رؤية قيادة مملكة البحرين للتحول الرقمي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير خمسمائة خدمة في أربع وعشرين جهة حكومية إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ماضية في استمرار العمل لتطوير وتحسين الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ولضمان حصول العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار على الخدمات بكل سهولة ويسر عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية يأتي تطوير هذه الخدمات كنقلة نوعية ضمن خطة الإدارة في التحول الإلكتروني التي تم تطويرها بنسبة 100% وتقليل نسبة المستندات بنسبة 50% ما يوفر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر